اول لعبة هسألك اسئلة مفيهاش تفكير ماشي اول اجابة ايه في بالك هتقولها ماشي ومتعيدش حاجة ومتقولش حاجة هي الاجابة طب هو كلمة واحدة ولا كلمتين ولا شخص لا يعني اقول اقول يعني كده على طول الاهلي تعاقد معاك بس عشان يستفز عصام الحضري لا ندمت على لعبك للاهلي لا احمد ناجي حاول يطفشك من الاهلي لا علاقتك باحمد ناجي سيئة لا علاقتك باعصام الحضري مش احسن حاجة لا لا انا عاديك تشرح يعني عايز نشرح بقى اكلم سريعا يعني اه اولا الاهلي اه تعاقد معايا عشان يلعب وده كان كلامه معايا اه يعني محترام كامل العصام وانا قلت له ما جميع انت عندك عصام يعني اه فقالولي احنا محتاجينك رقم واحد ماشي مضحكوا عليك يعني ممكن الظروف اتغيرت ممكن الامور اتغيرت انما بالعكس انا عمري مندمت ان انا لعبت الاهلي ولا عمري قلت على فكرة ان انا الندمان ان انا لعبت الاهلي بالعكس ان الاهلي ندي كبير جدا وممكن الظروف ما كانتش تسمح ما كانتش احسن حاجة اه انما ده ما يقللش مني ولا يقلل من الاهلي خالص يعني بالعكس انا قدت دوري بمنتهى الاحترام منتهى الاحترافية منتهى المهنية اه ولا زايت على ان اه ان انا متربي في الزمالك ولا زايت ان انا روحت الاهلي الحقيقة المزايدات بتحصل يعني بس انا مش انت باطل فيها انا ما بكونش لها اي طرف علاقتك بكارتان احمد الناجي لا علاقة كويسة جدا بش اي حاجة فيه كل احترام وتقديره وشخص محترم جدا ممكن نختلف في بعض الاوقات في الاراق ده ما مختلف في الرأي انما ممكن ما نختلفش ما بيننا كاشخاص بالعكس علاقتك باعصام الحاضر عصام الحقيقة عراقة زمالة يعني لما نتقابل بالصدفة بنسلم على بعض اه لما نتقابل الصدفة بالصدفة بتتقابلوا بتتسلموا على بعض وكل حاجة اه اه في اوقات بنتقابل في كافيف مطعم بالعكس بنتقابل وما فيش اي مشكلة خالص يعني خلاص عدنا المرحلة يعني اصلا انت مش تفضل لعيب كرة طول عمرك يعني انت كنت تتنافس بس بيقى في حاجات متشالة يعني والله خالص يا كريم اقسم باللوحات ولادي يعني ولا من ناحيتك ولا من ناحيته انا من ناحيتي ما عندش اي حاجة خالص الله عالم من ناحيته ايه بس ما يعني بالعكس وانا بسطت جدا مرة مرات اه كان احمد في انتروفيو كده في قناة الزمالك دخل وقال له عمله كلمة والله علاقتك بجمهور الاهلي متوتر عشان انت ابن الزمالك؟ لا خالص يعني انا ما بقابل ناس كتير من الاهلوية هم عارفين قد ايه ان انا احترمت نفسي جدا وحترمتهم جدا اه وقت ما كنت موجود في الاهلي ورغم ان كان صعب اصعب ما يكون انك انت اه في نهاية مشوارك في الكوريا اللي انه كنت اربعة وتلاتين خمس وتلاتين سنة انا اساسا يعني كنت كان حلم او طموحي ان انا لعب طولة افراخي 2006 وبطل بناء علي عشان كده اخترت الروح الاهلية فكني انا ما لعبتش خلاص قدر انا مش افعل لانما لا بالعكس انا علاقتك كويسة جدا جدا بجمهور الاهلي طب علاقتك بأمور الزمالك توطرت عشان لعبت في الاهلي؟ اه ما شفتش الحقيقة هو الاسف طبعا في بعض الناس بتفكر فيها بعطفة قوي منما العلاقة الحقيقية هم عارفين كويسة قوي ان احنا اشتركنا كتير قوي مع بعض في افراح وفي ماتشات وحققنا بطولات كتيرة جدا مع بعض الناس ما متنسهاش ومنما ممكن يكون البعض يقول نادر بتاعنا بس المشوار الاحترافي الحقيقة لان انا خلاص وانس ان انا مشيت من الزمالك وما روحت بروج وبعد كده روحت على اليونان وبعد كده على الاتحاد وعالمصري وعلى جلدي وعلى امبي وعلى كل كل كلام ده هو مشوار واهلي مشوار احترافي منتهى الاحترام منتهى الاحترافية ما بزيتش مع حد ولا على حد يعني في يوم الايام لو احمد جي قالك انا عندي عرض من الاهلي ممكن توافق؟ والله هو قراره بقى قراره هو بس انت نادر السيد هتوافق؟ الله اعلم الله اعلم بس هو الله اعلم بس يعني احمد خلاص يعني هو ان شاء الله في الاحتراف وخلاص مش هيرجع مصر؟ ان شاء الله اتمنى وانا اتمنى والله هنا مايرجعش مصر طيب مين الحارس الدولي اللي من وجهة نظرك بينضمن المنتخب في السنين الاخيرة هو ما اثبتش انه يستحق الفرصة اه ما اثبتش لا شايف ان كلهم اثبتوا اه يعني دلوقتي افضل اتنين في مصر ينضموا المنتخب رقم واحد ورقم اتنين وابو جابل الشناوي رقم واحد وابو جابل رقم اتنين اه اه بصراحة محمد الشنينوي افضل من نادر السيد والشنينوي في اسم fois في وقتي لا ام في وقت عصام لا في وقته اه يعني هو دلوقتي ما اصلك انه في كل واحد في وقته كل واحد في وقته اه بس انت في عزك� فعزك والشنينوي فعزه اه اه زي بعض انتوتى هاي زي بعض اه تitatب لي دولب الترتيب اكرامي شوبير الحضري نادر السيد من واحد لاربع امكانيات فنية مش بقى ولا نجاحات ولا بطولات ولا اي حاجة امكانيات فنية بكل تواضع اه نادر السيد رقم واحد الحضري رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة افضل هدف دخل مرماق اللي هو انت قلت ايه الجون الحلو دمان اتبسطت من حلوته مش اتبسطت يعني مدخل فيه جوسط دي من حلوته على الفكرة بس هي النقطة كلها عشان في البعض بيفسر الكلام ان اولا اعتزاز اي انسان بنفسه هو اعتزاز اولا بعض فضل ربنا صلحة تعالى عليه والنقطة بس احنا بناخدها ثقافيا كده ان انت ما ينفعش تتكلم على نفسك وان اعوذ بالله من كلمة انا ما فيش كلام ده خالص في الدين ما فيش كلام ده خالص ربنا صلحة تعالى خارق لكل واحد قدرات ونعم فلازم ان هو يعترف بيها قدام ربنا صلحة تعالى ولو اي انسان زي بالزبط مش سعيد مع نفسه مش هيبقى سعيد مع الناس ولو اي انسان ما بيحبش نفسه مش هيحب الناس فحب النفس مش انانية بل بالعكس هو اعترف بفضل ربنا صلحة تعالى بناء ادم ولو انت ما قدرتش نفسك وامنت بنفسك وقمتك معايا اه وعليت او 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 معلتش نفسك فانت مش هتعلق انا ما اعترفتش انا مش راح للمستمعين انا عارف انا عارف كريم بس انا قصدي على الناس اللي بتسمع لان في الاخر هي في الاول واخر هو توضع لا انت بس الفكرة ان انت اعلنت يعني ممكن يبقى اي حد من لو انا سألت كابتن اكرامي او كابتن شوبير او عصام الحضري على رتبها ممكن يرتبها يحط اسمه رخم واحد وحقه بس ممكن ما اعلنهاش لكن انت اعلنته لا اصلي ما اعلنهاش على فكرة خد بالك مدام بتعلن منتالح ترام طبعا ممتالح ترام هي وجهة نظرك طبعا بس انا قصدي انا بدي لكل واحد حسب نفسك يعني انت ما تيجي تسأل صلاح دلوقتي مسلا وتقول له انت افضل ولا ميسي او انت افضل ولا سادي يعني ايه هيقول لك انا افضل او هو لازم يكون مؤمن بنفسه لازم يكون يعني فاهم كلامي طب كلامك ده معناه انك شايف انه نادر السايد هو افضل حارس مارما في تاريخ مصر لا المار في فترة في فترة اه في فترة عمر ما كان افضل حارس في تاريخ مصر بس ما ايمن الناس بتسأل الحضر في عزه ونادر في عزه وشوبير في عزه وكومي في عزه اولا اولا كلنا ما جناش مع بعض ما انا فاهم بس قصدي لو حطيت الانكانيات دي وشبع ما تيجي تكلم على اكتر افضل اكتر حارس حقق انجازات لمصر هو عصام الحضر مش عايزة كلام ما فيش كلام ما فيش نقاش دي ما فيش ايه نقاش لكن الباقي بقى وجات نظر في الاخر انت ما تيجي تكلم على عصام الحضري هو اكتر او افضل حارس مارما الى الان في تاريخ مصر حقق بطولات لانه ممكن ييجي واحد تانية كريم او نادر او علي او حسين حقق بطولات زي عصامه اكتر حقق كاسعالم حسنا سأل المسأل فاهم انما ما فيش شك ان كل واحد في فترة بتاعته كان عظيم جدا اكرام الفترة عظيم شوبير الفترة عظيم الحضري في فترة عظيم جدا ونادر نفس الموضوع وشتناوي نفس الحال حالو اضعف مدافع لعب قدامك كمين اضعف مدافع اللي كنت بتحط ايديك على قلبك لما بتلاقيه في التشكيل الاساسية ما فيهاش زعر على فكرة عادي وجهات نظر برضا كانوا فيه ولد مسلمان سنجاري كانوا بلعب معاه في جولدي اه فكرة طبعا فكرة بيهلش بيهلش على طول واقم وهاجم وجاهته كمين اه وليد صلاح الدين الحقيقة واحنا بنعمى تشاة الاهلي مش طبيعي وليد جميل غير متوقع اه اه طبعا طبعا خلصت خلاص